اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من الاسلام تحت المجهر ازايك يا مارينا اهلا فرحة النهاردة يا مارينا الحلقة هتكون اسمها امرأة لا ترد يد لامس عارفين يعني ايه امرأة لا ترد يد لامس معناها في المعاجم اسمه معجم المعاني قالك المرأة التي لا ترد يد لامس هي المرأة الفاجرة طبعا احنا كمناطقين باللغة العربية عارفين يعني ايه المرأة الفاجرة طيب قبل من مرأة الفاجرة يعني وكده قبل من ندخل في الحلقة يعني مصاري الحلقة كلها بيتكلم عن انواع المرأة لو زالت في الاسلام تعاملات الرسول كانت بتبقى معها ايه اه شكرا على التوضيح ده طيب في حديث عندي بيقول كده الحديث ده جاي من طرق كتيرة جدا ابو داود والنساء يعني على العموم احنا نحط لكم المصادر ايه على الشاشة في واحد جه للرسول وبيقول يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال له طلقها كده عسل الرسول يعني فقال اني احبها فقال استمتع بها طبعا المحدث شعيب الارنقوتي في مصادر تانية في متن تاني يقول له احبها اه او اخاف ان تتبعها نفسي فبيقول له برضو استمتع بها بالضبط لكن يا مارينة انا من رأيي ان انا اجيب الشرح نفسه والمسلم يحكم اوكي ففي شرح الحديث ده بيقول ايه قال لك جاء رجل الى النبي شاكيا ومستفسرا فقال ان امرأتي لا تمنع يدي لامس ما ننساش بين قصين فاجرة قيل معناها الريبة وانها مطوعة لمن ارادها في الفاحشة ده اللي مكتوب لا ترد يده واحد عايز ياخد واحدة في الفاحشة متجوزة وقيل معناها اجابتها لمن ارادها اللي عايزها يقودها يعني وناس تانية طبعا المرقعين قال انها تعطي من مال زوجها من يطلب منها طبعا الكلام ده لا ترد يدي لامس غير لا ترد يدي ملتمس ملتمس يعني تاخد شحات يعني قال النبي غربها بمعنى ابعدها عنك يريد بذلك طلقها وقصت الغرب البعد فقال الرجل بحبها يا بابا اخاف ان تتبعها نفسي كناية عن عدم رغبته في البعد عنها ولا يستطيع مفارقتها فالرسول قال له ايه استمتع بها والاستمتع من الشيء الانتفاع بها يعني ده الراجل التاني الرجال التاني يا جماعة يعني يطلبوا منها اي حاجة فاحشة هي ما تردهمش ابدا فالرسول قال له وانت اخد لك ايه من المعون مغرفة والمراد تمتع منها بقدر فلا تمسها الا بقدر ما تقضي منها المتعة مصيبة يقضي منها وطرا يعني 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 عشرها برضو اه وطرا اه يعني بس مش كتير يعني يعني خلاص تبها للاخرين شوي للاخرين يعني حرام يعني كده هتلهفها لوحدك فلا تمسها الا بقدر ما تقضي منها متعة النفس منها ومن وطقها شفت يعني احنا طب ليه ليه بيقولك لإذن الرسول خاش عليه ايوة يعني خاش عليه طب ما ما هو يعمل زي البقيين يعني خاش عليه ايه كمير خاش عليه وخاش عليه ان هو اوجب عليه طلقة ان تطوق نفسه اليها فيقع في الحرام يعني الرسول قال له طلقها اه فالرسول خاف يروح ايه يزني معاها اه وكمان فقال له لا اخليها بزا واستمتع بيها بس مش كتير عشان اه عشان اخوانك في الاسلام اخوانك في الاسلام يستمتعوا عشان ما تقعش في الحرام اه اه تبقى براتك تبقى كده كده انت يعني هما طيب دلوقتي هل ده موقف ممكن يكون النبي مع حد زاني يعني هل احنا بيقول ده قدسة ربنا ده قدسة الانبياء اللي بيجيبوا تعاليم يعني لو انت كحالة تعرضت لهذه الحالة كمسلم وشيخ نصحك باللي قالوا الرسول للرجل ده هتعمل كده هتعمل كده تاخد منها وهم ياخدوا منها فده يعني الرسول محلش لا ده عمل مصيبة اه مش انا هو ده طريق ربنا وده الطريق مثلا الديق ده انت كده كذا لا يعني لا هو مش هو مش عايزة على الحد يعني ولا عايزة على الرجل ولا اللي بيستمتعوا بيها ولا الستة ولا اي حاجة صد دليل خلينا نشوف كمان في صحيح البخاري كتاب انك احباب لا يترك اهله ليلا اذا طال الغيبة مخافة ان يخونهم او يلتمس عسارتهم يقول لنا كده قال رسول الله اذا طال احدكم الغيبة فلا يترك اهله ليلا يعني انت لو مسافر واذا اخرت وما ترجعش فجأة ولو رجعت ما ترجعش بالليل ما تدخلش بالليل ما تدخلش بالليل على اهلك لو طال احد يقول ان طال احدكم الغيبة فلا يترك اهله ليلا طيب ليه خلينا نشوف فتح الباري هيقول لنا ليه دلوقتي نشوف فتح الباري بشرح سالة البخاري بيقول ايه انها رسول الله ان تطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره واخرجه من حديث ابن عباس ونحوه وقال فيه فكلاهما وجد مع امرأته رجلا والحديث صحيح يعني كل واحد ما سمعش كلام الرسول هيلاقي عنده عقوبة قالك عقوبة بذلك على مخالفته يعني انت خلفت الرسول خلاص هيجي لك واحد هينام مع امراضك انت خلفت الرسول اديك انت وجدت اللي انت بتكرهه اصلا انت متخلفش الرسول ما تروحش بالليل ما تروحش بالليل ما يروح اي واحد يا مارينة من حقه يخش بيته اي وقته ومن غير استئذاء يستأذن ليه ده بيته صح لكن الرسول منبه عليه ومحدش يروح بالليل طب انت كرسول يعني ليه بتعمل كده انت عارف ان النساء بتزني اه قالك اصلنا لو انا قلت لهم ان النساء وانتوا في الجيش معايا النساءكو بتزني مش هطلعوا معايا صح فانا ايه يعني زي ما تقولي استرعى الستات وما تطمنوا ما تخافوش انا مش ارجعها لكم بالليل اه بدم وشكله يعني مش مستحمي وبالليل مين شايف مين يعني اول 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 لازم اشوفها على سنجة عشرة انا بعتبر الموضوع ده ترقيع عشان تتمشط الشعصة الشعصة وتستحد المغيبة وتستحد المغيبة يعني ايه ده كلام وبعدين يعني كلنا ناس متجوزة عارفين الراجل بيشوف مرات وهي صح من النوم وهي مرهوية فبتطبخ وهي نقطة حلوة انت بيتيها في كل الاشكال انت مش بتتفاجئ اه بالظبط ان هو بيشوفها وهي مثلا وهي خارجة وهي قاعدة في البيت ماش معنى لو هو راجع طبعا اول ما تقوم من النوم هتبقى منح جيشة برضو ومعماسة سوري يعني في الكلمة عادي وهو برضو نفس الحكاية يعني مش حاجة اي راجل وساد خلاص بيعاشوا مع بعض متجاوزين بيشوفوا بيشوفوا كل الاشكال يعني وهي مريضة وهي مريضة بتبقى متسرحة ومش عارفة ايه وبتاع مثلا او هو مريض بيبقى كده بيشوفوا كل الاشكال في كل الاوقات فمش بيتفاجئ مش اول ما هشوف مراته كده اه لا انت طالق مش هيعمل كده فيبقى الرسول كان عايز ايه يداري على النساء الزنيات وخليني كمان اوريكي الرجالة كان بيعمل معهم ايه في الحروب يقول لنا كنا في جيش فأتنا رسول الله فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا يقول لنا كده عن رسول الله ايما رجل وامرأة طوافق في عشرة ما بينهما ثلاثة ليال فان احاب ان يتزايد او يتتارك تتارك فبقى ادري اشيئي كان لنا خاصة ام للناس عامة والحديث عشان طبعا الامانة اللي احنا بنقولها الحديث ده منسوخ يعني النسخ بعد كده لان المطعة وبيحت ثم نسخ وبيحت ثم نسخ كذا مرة لكن هنا بيقولك ايه كنا في الجيش وقال للرجالة ايه قال للرجالة انتو عايزين تستمتعوا يلا استمتعوا تلات ايام تلات ايام بيقولك رجل وامرأة عشرة ما بينهما ثلاثة ليال عايزين يكملوا يكملوا عايزين يسيبوا بعض يسيبوا بعض جاللي فريندي يعني اه وزيب هناك الست ايام تطميني ما حدش هيجي عندك بالليل اه يعني في اللي احنا قلنا الاول خليك قعدة ما تخفيش ده ما فيش رجلك مش جيلك اه والراجل بيقوله خد واستمتع يا عم انت هتعمل هتقطع نفسك يعني مثلا وما تروحوش بالليل نتروحوش بالليل خلينا نشوف النقطة اللي بعديها يا مارينة فبتقول ايه صورة النور الاية تلاتة وثلاثين بتقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصونا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهوهن فان الله من بعد اكرهوهن غفور رحيم طيب انا برضو مش هفصر حاجة من عندي انا هخش على القرطبي كده واجيب ايه سبب الاية دي ايه سببها طيب فرحة بس قبل ما تخش على القرطبي هو بيقول لا تكرهو فتياتكم على البغاء هو بيكلم مين الرجال لا بيكلم المسلمين المسلمين مش لها اي حد الاية دي للمسلمين بالزبط يعني لا تكرهو فتياتكم على البغاء ليه بقى الاية دي ايه ليه في القرطبي بيقول ان هذه الاية ده ابن عباس اللي قال الكلام ده ان هذه الاية نزلت في مين عبد الله ابن ابي لهو ابن سلول طيب عبد الله ابن ابي ابن ابي سلول اه ابي يعني هما بيقولوا ابي ابي بقى براحتهم يعني وكانت له جريتان هو الراجل ده كان مسلم في الوقت ده وبيقدي الزكاة وماشي وبيتبع محم كانت له جريتان احدهما تسمى معادة والاخرى مسايكة انا مليش دعوة بالاسماء بس المهم الريتين ده كانوا مسلمات على فكرة دوروا في الكتب هتلقون مسلمات كان الراجل ده عبد الله ابن ابي ابن سلول ده ده كان مشغل بيتضعره في المدينة في المدينة والرسول كان الرئيس الكبير بتاعهم فكان بيكرههم على الزنا يقول لهم اذنه علشان يجيبوا عيال ومش عارف ايه وياخد فلوس وابد الله ابن ابي ده كان بيدي الفلوس للرسول بيدفع زكاة للرسول طبعا من عرق الستدان في مرة من المرات كان بيقول ايه يعني لو صورة المنافقون شفتوها وروحتوا قريته التفسير بتاعها ان من ضمن الحاجات اللي قالها سمن كلبك فيأكلك كان بيرمي الكلام على الرسول وشبهه بالكلب وعمر حبي يقتله بسبب الكلمة شبهه بالكلب ان هو بيأكله ويديله فلوس وكده وبتعال علينا وسم من كلبك فيأكلك فهو عايز يكلنا اه بالزبط ليه من الفلوس بتاعت الدعارة دي اه وبعدين بيقول ايه في القرطبي نفسه بيقول ايه وفي صحيح مسلم عن جابر النجارية اللي عبدالله ابن ابي يقال لها مسيكة واخرى يقال لها مش مهم يعني فكان يكره هما على الزنا معزة معزة فشكت ذلك الى النبي راحوا البنتين وقالوا له رسول الله عايزين نبطل الشغلانة الوحشة دي فانزل الله ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء ان اردنا تحصنا يعني هما لو ما اردوش طيب ان لم يريدوا تحصنا خلاص اه عادي ان الله غفور رحيم ان اردنا تحصنا هنا بيقولك راجع على الفيهاتيات بيقول كمان واذا كانت الفتاة لا توريد التحصن فلا يتصور ان يقال للسيد لا تكرهها ده الكلام للايه لو هي مش عايزة تتحصن خلاص براحتك لان الاكراه لا يتصور فيها وهي مريدة الزنا ده مش انا اللي بقول يا مرينا ده التفسير مريدة الزنا مريدة للزنا اه للزنا هي عايزة تزني فهذا امر في سادة وفتيات حالهم هذي ولهذا المعنى اشار ابن العربي ابن العربي بقى يا جماعة هو اللي حيقول بقى فقال انما ذكر الله ارادة التحصن من المرأة لان ذلك هو الذي يصور الاكراه فاما اذا كانت هي راغبة في الزنا لم يتصور اكراه فان الله ايه يبقى الست اللي عايزة تزني وتعمل ما بدلها وتشتغل في البغاء ها وهي عايزة الاية انا عندي سؤال ودوخني السؤال ده طب قالك ايه يا عبدالله ابن ابي سلول ها قالك ايه هل اعذره هل لو قاله كده هتخلش النار ولا الاية يعني دلوقتي عايزة تقول لنا انت كواحد فاتح بالضعره قواد يعني احنا بيقولون عليه كده في مصر ايه حكمه في الاسلام يعني ولا حاجة الرسول ما عملش في الدارة ولا حاجة ما قاله قاله اللي مش عايزة اللي مش عايزة تزني ما تكرهش بس هل قدم لهم حل يمانين وبعدين قال ايه يعني انا انا لو اله وهكتب الكلام ده اقول لا تكره فتاةكم على البغاء ان اردنا مش ان اردنا هقول لا تكره فتاةكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا لكن ان اردنا تحصنا بوزت كل حاجة طبعا ان حط شرط ما تكرهوش ما تكرهوش اللي عايزة تتجول اللي عايزة تتحصن ما تعملش الحاجة دي بس ولا ما فيش رضع للراجل ولا للراجل ولا لأي حاجة خايف منه خايف منه وبيأكله برضه او او يعني موقف الرسول من الزنا ايه هنا ولا حاجة بالزبط هو موقف بين خسين الله اكبر او لان ده قرآن تفضلي خلينا نشوف كمان سروط ثبات حد الزنا واحنا بنتكلم على موقف الرسول من الزنا شروط اثبات حد الزنا طبعا شروط اثبات حد الزنا دي شروط مستحيلة اربعة رجال عدول يعني لازم يكونوا مسلمين بيصلوا ويصوموا مش اي حد يعني مش هتجيب منه على القهوة ناس كده عدول بيشوفوه من اربع اتجاهات مختلفة ويرو المروت في المكحلة يعني رؤية حقيقية يعني الشروط اللي حطاها الاله في القرآن او الاله والرسول دي مستحيل ايه انها تتحقق اه لان هي برضو موجودة في القرآن يعني اشهد عليهم اربعة اه بالزبط طيب خلينا نشوف كمان لماذا لم تكتب هذه الاية في القرآن ايه الرجم او ان انت تجيب اربعة ويشهد على مرتك فانت ايه او لوحدة زانية متجوزة ترجمها مش موجودة في القرآن اكتبه في المصحف فسألت مين فسألت ابي فقال اليس انني وانا استقرئها رسول الله فدفعت في صدري وقلت استقرئه اية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر يعني يعني انت شايفهم احنا اسفين طبعا في الالفظ بس ده كلام موجود موجود في الكتب تسافد الحمر وهم كالبهائم يعني يتسافدون يعني مع بعض كده زي البهائم البهيمة مش بيعرف مش بيميز بين دي و دي و دي و دي يعني بيهيم مع بعض عشان الوقت فيتسافدون تسافدوا الحمر فده كان ايه ده كان في عصر مين محمد في عصر محمد ان المسلمين كانوا بيزنوا عادي جدا ما كانش فيه اي موقف ما بيدلوا مش حلول ما فيش اي موقف من اللي بيزنوا تسافدوا تسافدوا الحمر ايوة ودلوقتي يعني احنا وصلنا مارينة لاخر الحلقة وبنقول للمشاهدين احنا هنحط لكم كل الحاجات دي وكسبة كبيرة ان يتقال ان الاسلام منع الزنا نشوفكم في الحلقة القادمة من الاسلام تحت المجر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة